عظيم جدا نهاردة مباراتين حلوين الزمالك وغز المحلة وبرامدزو الأهلي بس نبدأ بالزمالك وغز المحلة رايك إيه في المباراة وفكرة أنه فريرة دايماً مدرب الشوت التاني يعني الشوت التاني الزمالك يختلف مع فريرة عن الشوت الأول تمام أعتقد الوقت الزمالك مع فريرة أنت ممكن قبل أي مباراة تتوقع السيناريو اللي هيحصل الزمالك هيكسب فارق جول ممكن كرة سابتة أياً كان الهدف اللي هيجي إزاي بس الزمالك هيقدر يأمن دفاعاته وخصوصاً بعد ما تحاول 3-4-3 الزمالك متماسك جداً خطوطه قريبة من بعض بيدافع بشكل كومباك للعيبة كلها بالدافع ودي حاجة كانت غايبة عن نادي الزمالك قبل كده ما بين الشوتين لما المباراة انتهت 0-0 حاولت أرجع لإحصائيات فريرة من ساعة مجلسة مالك وأشوف نتيجة فارق الجول أو فارق الهدف اتكررت كم مرة مع فريرة مع الزمالك اتفاجأت إنها قررت 9 مرات 9 انتصارات لي بفارق هدف سواء 2-1 أو 1-0 كان انتصارين بس بفارق أكتر من هدف كان الاتحاد والنهاردة ضد المحل فدايماً فريرة بيلعب مدرب وقاعي هو عارف دلوقتي الإمكانات اللي موجودة في نادي الزمالك ما تتحملش إن أنا أقدر أغامر وندفع حجومياً لا بالعكس أنا عايز إيه من المباراة أنا عايز التلات نقط فهلعب على التلات نقط ضد المعولين وإن كانت دي بشوفه أنا في وجهة نظري ممكن تخليك شوية تلعب على أعصابك وتلعب بقلبك في المباراة خصوصاً أنت من بقى خلاص مباراة قليلة جداً على الدوري لو استمريت بنفس المنوال ده لأن أنت ضد المعولين أحمد علي لو لو ضربت الجزائر ضعت كان ممكن المعولين يتعادل النهاردة المحل عواد شلت 3 هدف محققة ضد المحل فبرضو الطريقة فريرة طريقة خطر لكن هو مدرب جي في الوقت المناسب مدرب يمتلك من الخبرة الكفاية أنه يقود الزمالك الانتصارات بفرق هدف واحد وأعتقد أنه كان ليه تجربة في 2015 الدوري اللي خده مع الزمالك كان برضو نتائجه كلها 2-1-1-0 فهو مدرب بيجيد جداً لطريقة الزمالك الحالية وأعتقد أنه ممكن يقود الزمالك المنافسة لحد الجوارات الأخيرة